يعني الراجل يعني خلاص بيقول يعني عيب قوي 16.5% بس تعليق حضرتك يا أستاذ جوش لا لا يعني فعلا أنا لاحظت كده وأنا بزور برساعدة المهاردة فدي يعني نسبة مؤسفة جدا للغاية ده الراجل بيقولها من قلب لا لا بتحدث فتريك يعني عيب يعني البرساعدية كانوا دايما صبقين إلى أنهم يدلب أصواتهم الحاجة التانية أنه أنا مستغرب إزاي الراجل الحزب الوطني ياخد ضعف فحصل يعني كلام مش كويس بالنسبة للمرشح الآخر وأنا مش ما عنديش سعدات يعني إيه كلام مش كويس يعني فيها بعد طائفي أكرم طلعا خلطوه فيها بعد طائفي طبعا مش عايزة كلام يعني كان واضح جدا وحذروني الصبح من ذلك بس أنا كنت محايد لأن كنت برأيب الانتخاب إيه أكرم الموضوع لا حصل في هذه الدائرة يعني إحنا بنستغرب إنه مرشحين بيقولوا على نفسهم ليبراليين ومرشحين من نظام السابق كانوا بيقفوا ضد الإخوان بيقولوا يعني ونفاجأ في هذه الانتخابات في حدايا القبة في الساحل في برسعيد دعاية طائفية لا وفي شبر ورود الفرق حصل دعاية طائفية في دعاية طائفية من الجانبين في دعاية من مرشحين مساحيين طائفية ودعاية من مرشحين مسلمين طائفية الاتنين موجودين للأسف الشديد بنفس الدرجة وده شيء في الحقيقة ده نتيجة نظام الانتخاب ما هو ده دي الانتخابات التقليدية اللي بتعتمد على الدين وعلى الطائفة وعلى العيلة وعلى العشيرة وعلى القرية والتكتل القروي ده انتخابات ما قبل العصر الحديث العصر الحديث ما فيهوش كلام في مؤسسات حديثة في أحزاب في جمعيات في نقابات في مؤسسات اللي الناس زي كنت بقول لحد ذلك بتنتمي إليها باختيارها مش لأنها ولدت فيها ده الفرق بين ما قبل العصر الحديث والعصر الحديث اللي احنا للأسف مش قادرين ندخله حتى الآن وقفين على بابه وبقالنا قرنين ندق على الباب ندخل خطوة ونخرج خطوة أو خطوتين ندخل خطوة ونخرج خطوة ونظام الانتخاب أحد العوامل اللي بتساعد على التقدم أو بتؤدي إلى التخلف لأنه احنا بندفع الناس أنهم يعملوا كده لو بنظام الانتخاب تاني هؤلاء الناس نفسهم أولا تركيبة المرشحين هتختلف وحتى المرشحين من من هذه النوعية اللي بيستخدموا الدين والعيلة والفلوس لو ترشحوا في الانتخابات بالنظام الانتخابي مختلف حيفرض عليهم أنهم يشتغلوا بطريقة مختلفة لأن الوسائل دي مش هتبقى فعالة في نظام الانتخابي آخر هذه الوسائل هي الأكثر فعالية في النظام الانتخابي الحالي أستاذ جورج المرشحين اللي استخدموا هذا النوع من الدعاية الدعاية الطائفية هل هم مرشحين قادرين على تمثيل الشعب في برلمان مصر القادم؟ أستاذتي أنا بقالي عشرين سنة بناضل في فكرة المواطنة والمواطنة ما تتأكدش إلا بالتساوي في الحقوق والواجبات هناك تمييز موجود محدش يقدر يقول لي ما فيش تمييز ولذلك نحن نريد أن نفعل قانون منع التمييز وفوضية منع التمييز موضوع مهم للغاية لأن أي حد هيلعب هذا الدور هيبقى قدام القانون ونتمنى أن القانون ينفذ بحزافير وليس أو فوضية فعالة وفوضية فعالة وقدرة ولذلك أنا شخصيا لما يقول لي ابتوا مسلم بأحس كده أنه مش مستريحة أنا أعايز وأكد فكرة المواطنة أنا مواطن مصري أختار على أساس الكفاءة وعلى أساس التمييز وعلى أساس أن أنا هدي المصري دي حاجة يعني مش شرط أنه يعني الدعاية أنا وأنا داخل برسعيد كل الدنيا كلمتني ألحق وبتاع كلام ده كلام ما يصحش يتقال في هذه المرحلة وأنا أعتقد أن المعركة مشية كويسة لكن للأسف الشديد هذا استخدم استخدام غير محترم وللأسف الشديد وأنا أعتقد أنه في طريقنا إلى تفعيل فكرة المواطنة هي دي الحاجة الأساسية الوحيدة اللي تفك هذا الاشتباه أنا سؤالي برضو هل النائب ده اللي رشح نفسه بطريقة دي وعمل نفسه بطريقة دي وعمل دعاية عنصرية بهذه الطريقة يعني هل هو قادر أن يمثل مصر؟ وهو اللي دفع رشاوي قادر يمثل مصر ما ده زي ده يعني الاتنين أسوأ يتساوأ لا تتساوأ اللي بيعمل الفتنة طائفية ده أو داخل على أساس طائفي ده ما يقدرش يمثل أي حاجة في الدنيا إلا مصالحه الخاصة والتاني برضو اللي رشى الناس عشان يخش الانتخابات به مسل مصالحه أستاذ جورجي حضرات مش راضي يعني على البرلماندة؟ أنا لغاية دلوقتي يعني يعني مشكوش أشاكك في الأمر إلى أن الماء تقدم الغطاس هنشوف الأداء بتاعهم هاي ما أزاي؟ طيب